كي بدأ الفيلم دينا في السبيطر وبالضبط في الغرفة للولادات الفرمليا ورّت واحد البنيتها عاد زادت ببها هاري والأب لم أعجباتوش حيث كان بغي يدري ماشي بنت خرجه ومراته زانية وقال لها سنسميها ماتيلدا هاري حط بنته في اللورد الطنوبيل وخلقه مايكل كي يلعب معها وهو معروف عليه كي يسوق بطريقة حمقة والذي يشاهدوه كي يهرب من قدامه وصلوا للدار ونسوا ماتيلدا في الطنوبيل حتى أرجعوا لها فتفكروها قامت الأيام وبدأت ماتيلدا تكبر وكي يباند دكاء هذه المشي طبيعي وأكيد لا يوجد شخص الذي يرد البل هذا قامت الأن 4 سنين وماتيلدا تهتم بالباسها وتشعرها بوحدتها في واحد النهار كل واحد يمشى وخلاوها بوحدها دخلت الكوزينة وطيبات لها الفطور وخدمات المواعن والبوطة بكل سهولة وقلسات تفطر وتقرأ في المجلة وخاهية ما زال مدخلات المدرسة في الليل كانوا يتفرجوا وهي جاءت عند باباها وقالت ليه شري لها كتاب فجاوبها أنت ما زال صغيرة على القرية وقال لهات قلت تفرج معهم وتسكت وهنا عاد عرفات فارق التفكير بينها وبينهم الغدلي خلاتهم حتى خرجوا ومشات للمكتابة شافت السيدة المكلفة واستغربات كيفاش بنت صغيرة جيب وحديتها ولكن غير هادرت معها عرفاتها دكية وقافزة وقبلت تخلي ليها الكتوبة لكي تقرأ فيهم دازت عامين على هذا الحال وماتيلدا ما زالك تقرأ في الكتوبة في واحد النهار دازت من حد الجردة وشافت الدراري كيلعبه ومجهاش الإحساس تلعب حتى هي معه السعادة كتحس بها فاشك تقرأ وتنمي عقلها في الليل دخل باباها وسولها على الكتوبة وقال ليها راكي ما زال صغيرة على القرية فجاوباته باللي خاصه يدخلها لمدراسة حيث ولات عندها ست سنين ونص هو ما تقش بيها ودها عند ماما هو سولها والتي براسة لا يعرف العمر ببنتها وقال ليه يالله عندها 4 سنين ونص ماتيلدا تقلقت بزاف حيث الحلم لها تدخل المدراسة في واحد النهار خلقها هاري فرحان بزاف حيث يجمع فلوس تحمل طنوبيلات القدم اللي يبيع وقال لأخوها مايكل يحسب ليه الرباح الذي يدخل ماتيلدا سبقاته وحسبات ضغياء وهاري لم تطيقهاش وقال ليها شفت الرقم من الورقة اللي في يده واخدها لبيتها وصد عليها في الصباح فقط قبل منهم وضعت واحد المادة تفتح للون الشعر في الزيت الذي يستعملوا بباها وفجداره على شعره في البلاسة تلون رأيته مرتوط خلعات وهكا ماتيلدا حسات بالنصر وقدرت تضحك هاري اضطر يلبس التربوش وخرجه ووزانيا ومايكل وماتيلدا فشركبه في الطنوبيل وضع اللور البيس الطنوبيلات مظور وهنا نرى وجوج البوليس كانوا حاضينه وفش وصلوا الى البلاسة الخدمته بدأك يريهم كيف يركبه هذه البلاسات في الطنوبيلات ويبيعهم غاليين لم تعدها لا يعجبها هذا الشي وقلت لي هذا الشيء الذي تديرك خالف القانون هاري تصب عليها وقال لي أنت ما زالها صغيرة وما خاصتك تعترضي على شيئ ما تديرها تقلقت بزاف وما بين لها غير واحد للتقادر تهلوف تربوشه من الداخل فهذه اللحظة جتمهم وعرضت عليهم للغدام هاري دارت تربوش ومشى وفش وصلوا عيائح يدوه ومبغاش بدأت زانية تجرب جهدها كله حتى داروا الفوضة في المطعم وطيحوا الماكلة كلها وماتيلدا قالسة كتاكل وفرحانة في الليل كانوا قالسين يتفرجوا كيف العادة هاري قال لي مايكل يطفده وفشتفاه بقى ماتيلدا مركزة في الكتاب ديالها هاتشيع صبها بزاف فاخدها منها الكتاب وبدأك يقطع فيه وشد ليها راسها كي تفرج معهم بالزلس في التلفازة في هذه اللحظة ماتيلدا قد ترى في التلفازة وهي معصبة وغضبانة حتى هرساتها وكلهم فهموا والو في واحد النهار هاري كان في الخدمة وجاءت عنده المديرة للمدرسة اسميتها آغاثا كي تشري من عنده تونوبيل وكي يجعلها تشري قال لي ها سنقصلك من الثامن وفي المقابل دخلي بنتي للمدرسة وهي أكيد قبلت فشمشى قالها ماتيلدا ففرحت بزاف وعنقاته وبدأت تخيل شكل مدرستها وكتحلم كيف ستبدأ فيها الغدلية فاقته هي كلها حيوية وناشط وفش وصلوها للمدرسة كتتفاجئ بشكل ديالها اللي كانت دايرة بحل شي مبنى قديم ومهجور وشافت آغاثا اللي كانت كبيرة بزاف وكتخلع تعرفت على جوج ابنات لافيندر و هورد وقالوا لي ها هاد المديرة كانت بطالة فرمي الرمح وهي عصبية وما كتبغيش يحد من تلامدية كل حلوة شفوها قربات من ابن سميتها آماندا وتعصبات عليها حتى يرد فايرات وماتيلدا ما زال مصدومة من هذا الشيء الذي رأيت دخلوا القيسم الأستاذ هاني وعرفتهم على ماتيلدا التلميذة الجديدة وقالت لي هم يعملونها زوين وإذا أردت شيئا يعاونها ماتيلدا رتحت بزاف الهاني وحست بها ضريفة الأستاذة قالت لي ها بالذي سيبدأ مراجع على ذلك الشيء الذي داره وإذا عرفت الجواب تزيدها بدأت معهم بجدول الدرب وكان القسم كله حافظه وبغيرت تشد فيهم وعطيتهم رقم كبير وقالت لي هم يديروا الدرب دياله غير بالضحك ولكن ماتيلدا في تواني جاوبت عليه هاني شفت فيها باستغراب وتأكدت من الإجابة فلقتها صحيحة وسولتها كيف شعرفتها ماتيلدا قالت لي ها بالذي يعجبها القراءة والمطالعة وقرأت قاع الكتوبة الرياضية التي في المكتابة هاني فرحت بها بزاف ومشت قالت للمديرة قلت لي ماتيلدا تلمي داع بقرية وخاصة تنقلها القسم أعلى ولكن المديرة يحسب لها هاني بغير تهنى منها حيث تكديرت الصداع كيف مقلبها عليها فتعت الصبات وخرجت هاني من عندها رجعت ماتيلدا للدار وشافت البوليس حدى الدار ولكن لم أدتها فيهم فقد دخلت بدأت تعود لماماها على النهار الأول كيف داز وكيف العادة أمها لم تسوق لها وبدأت تدار في التليفون في الليل هاني جاءت للدار عندهم ودعت مع والدها لكي تقول لهم على ابنتهم العبقارية ولكن حتى أحد فيهم مصوق لها ولكن ماتيلدا فرحت بثاف بهذا الشيء هاني خلت لي كتاب بشتقره ومشت بحالها والنهار الثاني في المدراسة المديرة عيطت على طالب اسمه بروس بشتعاقبه حيث كلال حلوة ديالها فجابت لي حلوة كبيرة بثاف وتحدثت ويكملها بدأت يأكل فيها حتى يشبع ولم يمكن أن يكمل فوقفت ماتيلدا والدراري وبدأوا يشجعوا فيه حتى يكملها وكلهم فرحوا المديرات عصبات منهم وقلت لي هم عندكم خمسة سويع زيدة في المدراسة كعقوبة ماتيلدا رجعت للدار مع الطلاب ولقتها ذلك البوليس مازالين تم حاضين للدار فمشات قلتها لباها ولكن لا تقش فيها وقل ليها غير كنت تخيلينتي الغدليه كنشوفوا ماتيلدا وصحابها في واحد الغابة كيلعبوا وصيدوا واحد الحيوان سميته السمندر المائي وصلت المديرة وبدأت تغوت على ماتيلدا حيث بهاب عليها الطنوبي الخاسرة وقبل أن تدخل عليهم للقيسم بدأوا الدراري كيف يدرقوا في الأعمال الفنية لهم والزواق الذي كانوا ديرينه والأستاذة فتحات الضفيرة للبنات ودخلت عليهم المديرة للقيسم ولفيندر حضرت المال الذي خبه فيه السمندر المائي وفاشل الأستاذة لحظت باللي ماتيلدا ما كينهش سولت لفيندر عليها غير بالإشارات فقلت لها بللي المديرة عقباتها وقلت تقلب عليها حتى لقيتها ورجعتها للقيسم أغاثة طلبت من آماندا كي تهجى لها واحد الكلمة وآماندا بدأت تهجى فيها باللحن وهذا شيء لم يعجب المديرة وغوتت عليهم وقلت لكي تشرب ولم لاحظت السمندر فبدأوا الدراري كي يضحكوا وفاشلت وتخلعات شاهدت في ماتيلدا وقالت لي ها بلينتي اللي درتي هذا الشيء فجاوبتها ماتيلدا بلين ما درتواله وحي تضلمتها تعصبات وبدأت تشاهد في الكاس حتى قدرت تطيحه وطار منه السمندر على المديرة التي تخلعت منه كثيرا وبدأوا الدراري كي يضحكوا عليها وهنا ماتيلدا عرفت باللي عندها قوة خارقة المديرة بدأت تهدد فيهم كي لا يدروا صداع أو تاني ومشات لا يوجد نظر شكرات ماتيلدا حيث لم أقلت لها باللي هي اللي حطت السمندر في الماء ماتيلدا مشات عندهاني حيث تكتق فيها وقلت لي ها ره اهنا اللي حركت الكاس قبيلة وحاولت تأكد لها هضرتها وبغاد تعود تحركه ولكن ما قدرتش فش خرجوه هاني اخذت معها ماتيلدا وهوما في الطريق دازوا على الضرر ديال المديرة فشافت فيها ماتيلدا الزعلولة والصغربات حيث اغاتا ما كتبغيش الدراري الصغار واللعاب ديالهم هاني بدأت تعود لها على القصة ديالها وقلت لي ها باللمها ماتت فشكنت عندها خمس سنين وبها جاب لها خالتها اللي هي اغاتا المديرة وما كانش كتتعامل معها زوين وكتخلعها ومن بعد مدة أبها حتى هوا مات وغير كبرت شوية خرجت وكرت واحد الكوخ صغير في المنطقة فاشتبعد من خالتها المديرة وقلت ليها واحد منهار سيأتي اللي سيعرف بالقيمة ديال الدكاء ديالك وتعيشي فرحانة وقلتوا يشربوا العاصر وزادت قلت ليها بالله خالتها ما خلتها تهز شيء من دارهم حتى من اللعب ديالها وتصورها مع والديها لم أخذتهم ما تيلدا قلت ليها بالله خاصتك تأتي بحوائجك من تماما وهاني تحمسات وعجباتها الفكرة وذهبوا للدار وشاهدوا أغاثا تدرب على رمي الرمح قليلا أخذت طنوبيل ومشيت ودخلوهما للدار وشاهدت الصندوق اللي كان يضعها فيها بها الشكلات ولم كانت تجعلها خالتة تأكل منها وبكثرة الخلعة لم تستطيع الصندوقها جيدا وطلعوا الفوق وهم يقلبوا سمعوا أغاثا جهت وكانت تغوت على رعلة والطنوبيل قليلا شاهدت الصندوقها مفتوحة وعرفت أن يحدث في الدار هاني قالت لماتيلدا تخرج من باب الكوزينة وهي ستلاهي خالتها أغاثا تقربت تلقى ماتيلدا وفي البلاثة هاني تصوص مجهد ومشيت لها خالتها ومشيت ماتيلدا للكوزينة ولم قدرت تفتح الباب وفي اللحظة الأخيرة قدرت هاني تنقض الموقف وهربوه من تماما قلبت عليهم أغاثا تحتعيت ولكن لم تجدوا رجعت ماتيلدا للدار وشاهدت ماماها قلت مع ذلك الجوج البوليس وعند بالها قلت لها ذلك الرجال الذين يديروا الإشهر للمنتوجات وصل هاري وتعصب عليها وقل لي ها أنت تهتمي بالضيوف كثير مني وجراء عليهم ودار الماتيلدا وبدأ تعصب عليها وهي تعصبت كثير منه وستدت عليه الباب بلا ما تقيصه وهنا عرفت قوتها تعتمد على الغضب ديالها ومن ثم وهي تدرب على قوتها وكتفكر هدرت بابها الذي دائما يعايرها وبدأت تحرك في المعلقة وتوكل رأسها بلا ما تقيص شيئا وبدأت حتى تدربات مزيان ولا تقادر تحرك أي شيئا في الضرب بلا ما تقيصها بدأت تلعب وهي فرحانة قليلا شاهدت البوليس دخلوا للغارج لالبابها الذي كانوا حاطين فيها الكاميراة المراقبة وقلت لهم لا لديكم الحق تقلبوا ولا تدخلوا بلا إدن تفتيش وهو مساهيين قدرت تحرك طنوبيلتهم وغير شافوها مشاوي يوقفوها وهي قدرت تأخذ الفيديو الذي سجلت الكاميرا ورمانته في الليل قررت تذهب إلى دار آغاتا لتجيب اللعبة الهاني وتفرحها طلعت من الشجر وقدرت توصل البيت فتحت السرجم بقوتها وخرجت اللعبة وفشكنتها بطا شاريت شعرها وحلف الشجرة بلما تردلوا البال وهي هابطا شاهدت آغاتا تدرب في الدار فبدأت تحرك في الخيوطة الهاني وتحرك في العقارب الساعة آغاتا بدأت تخلع وماتيلدا طيحت صورتها وعلقات صورة بابا ينهاني في بلاستها وخلتها تفكر باللجنون الذي يديره هاكا آغاتا تخلعات وخرجت كجري من دارها ولكن طح في يدها الشارد الشعر بماتيلدا وعرفت بلما يدخل دارها لغتليه ماتيلدا أعطت هاني اللعبة ديالها وفرحات بها بثاف شوياجة عندها المديرة وقالت لي ها ستأتي عندهم القسم اليوم بدأوا يدرقوا أي حاجة ملونة وهنا ماتيلدا حركات البريق ديال الما وقدرات تهزه وهاني عادت تأكدت من هضرتها ومن قوتها فجأت المديرة ووقفتهم كاملين وبدأت تسولهم على مولاد هذا الشارد الشعر ماتيلدا خدمات قوتها وبدأت تكتب في الصبورة بعينها رسالة الأغاتا بحل رسالة من الشابح باباين هاني التي قال لها ترجع الدار لبنته وتمشي هي تخوي المدينة قليلا بدأت تضرب فيها بالممساحات حتى طاحت وغير فاقت قلت هربانا وخرجت من المدينة كلها وهنا قلت هاني وماتيلدا لكي يحتفلوا بهذا الشيء الذي يداره تماجئت أمين ماتيلدا تقول لها تذهب لكي تجمع حواجها حيث سيرحل المدينة أخرى قبل أن البوليس يشدها رباها ولكن هاني كانت موجودة شيئا ما تطعب في البال جبدأت الورق التي تتبني لكي تتبني ماتيلدا من وليديها حيث هم لا يهتمون وخايفون من البوليس في البلاسة تنوع عليهم ومشوا وفي التالي ماتيلدا عاشت الحياة التي كنت تتمنىها وهاني التعيينات هي المديرة المدراسة وعاشوا حياتهم بجوج في سعادة وهنا تسال الفيلم دياننا نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس لكي تفرجوا في الملخصات الجاية طالعا وانتلاقاوه في الفيديو الجاية